السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم معنا في فيديو جديد مشاهدنا متتبعين الأفاضل لمن خلاله سنقدم لكم جولة جديدة بطبيعة الحال هذه المرة رجعنا للعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء وفي جولة رائعة بامتياز وممتياز للغاية وبطبيعة الحال رجعنا كذلك لمتجر أنفا بليس المعروف صدد يالو على الصعيد الوطني فكيف ما كتشوفوا أمام أنفا بليس كان واحد المجرى دي المياه رائع وممتع للغاية بحكم أنه جاء لمقربة من المدخل الرئيسي أو الباب الأمامي لأنفا بليس فإلا كنتو جايين بطبيعة الحال وفتو جامع الحسن الثاني مباشرة إلى طريق لاكوت وأكيد إلى فتو ماكدونالد لذلك ناحية غدي تفوتوا واحد المسافة طويلة وغدي تدخلوا الأنفا بليس ولكن من المستوى الخلفي يعني إلى قارية دي المياه لا بد أن تشوفوا هذا المجرى المائي الرائع صراحة اللي مضلل يعني مني كتكون الشمس ساطعة عليه كيكونوا حضل يا سلام لأن هاد البلاسة كيجيو لها مختلف الناس المقيمين بالضر البيضاء وكذلك خارج المدينة قصد الالتقاط الصور والفيديوهات خصوصا في عطلة نهاية يعني الأسبوع فلا بد أنكم تشوفوا هاد مجرى المياه الرائع والرونق دياله صراحة اللي غادينا الإعجاب ديالكم وغادينا الإحساسن ديالكم كيفما كتشوفوا شلالات صغيرة رائعة وبجانبها بطبيعة الحال مختلف يعني مختلف مجرى المياه الصغيرة هي على شكل ضيئات مربعة وتهي يعني كتعطي وحد منظر رائع خصوصا مع سطوع الشمس في منتصف النهار يعني لا بد أنكم تشوفوهم وصراحة يعني فاش كنا نصوروا الجولة ديال نارة هنا للاستحسان ديال ديال الناس وشوفوا يعني في هذا المنظر خصوصا يعني اللون الأزرق يطل على الضاية لأنها صراحة يا سلام هذا المنظر ممتع جميل جدا لا بد أنكم تشوفوه ونزلتوا بطبيعة الحال الأمام في لكوت يعني إحنا في نفس المكان لا بد أنكم تشوفوه هذه المناظر الخضراء الرائعة جدا لأنها تطلع الشاطئ بطبيعة الحال الشاطئ ممتع وشكل ما يعرفوش بطبيعة الحال السكن البيضويين ولا السياح بطبيعة الحال المغاربة والأجانب المقيمين وخارج بطبيعة الحال كازابلانكا لأن هذه الأماكن صراحة يحتدى بها ولا بد أنكم ديوت زوروها خصوصا في فصل الرابع وفصل الصيف وأكد لكم على أن المناظر ستستمتعوا بها وخلابة كيفما كتشوفو أمامكم الطبيعة وأيضا هذا الممر يؤدي إلى البحر فليستمتع بالرمل المكسوبة بطبيعة الحال بقى هذا المكان الرائع مكسوب بالرمل يعني بجانب البحر كيفما كتشوفوه غير هذه النظرة الأمامية للبحر كتخليكم يا سلام أنكم كتشوفوا المنظر الرائع وطبيعة الحال أنكم تستمتعوا بمختلف الأوقات خصوصا إلى مرسط الرياضة وكذا المشي والصفر مع العائلة والأحباب لأنه صراحة المنظر سيعجبكم جدا لأنه ممتع صراحة لأن هذا البحر رائع وممتع للغاية فإذا جيتوا بطبيعة الحال لأنفا بليس وبدأ أنكم تزوروا هذا المكان فستمتعوا بهذه المناظر الخلابة للبحر وكذا قصد الاستجمام وقصد التقاط الصور والفيديوهات والتمتع مع الأصدقاء والعائلة خصوصا في نهاية فصل الأسبوع في نهاية الأسبوع عفوا طبعا الحال فصل أربعة عاركم عارفينهم غير أول فصل أما بالنسبة لهذه الأسبوع هو الويكند فإلاجة البحر ديال لكوت اللي قريب لأنفا بليس خصوصا أنفا بليس هذه المناظر الرائعة اللي كتوحي القضاء وقت عطلة يعني نهاية سنة الدراسية أو أطلت فصل الصيف اللي صراحة كجوليها المغاربة من داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن بطبيعة الحال قصد الاستجمام وقصد التمتع بمختلف المناظر الخلابة لخصوصا مدينة الدار البيضاء اللي هناك تمتع بوحد الرونق رائع و جميل جدا فإلا جدوا يعني الانفا بليس قصد يعني التسوق وقصد يعني اكتشاف الأماكن ديالو لابد أنكم تشوفوا هاد لكوت اللي صراحة حسن غادي تنال إس حسن ديالكم غادي تنال إعجاب ديالكم للغاية فعلا فإلا جيتوا بطبيعة الحال الانفا بليس وخصوصا أمام لكوت لا بد أنكم تسمسعوا بهذا المناظر قصد ممارسة الرياضة والمشي وكذا التمتع مع الأصدقاء والعائلة يعني وصراحة هذا المنظر للبحر سنال إعجاب ديالكم خصوصا في تناول وجبة الغداء يعني إذا جمعتوا أنتم وعائلة ستتمتعوا بهذا المناظر الخلابة ديال الطبيعة بطبيعة هذه الأماكن الخضراء وأيضا قصد الإسجمام وقصد قضاء عطلة نهاية الأسبوع أو العطلة الصيفية أو العطلة فصل الرابع على سبيل المثال في أحسن ظروف وإذا تمشيتوا أمام جوانب انفا بليس بالضبط بلا كوتس يعني الممر المحادي للشاطئ فصراحة خلال الجولة ديالنا في التصوير ديال الفيديو لاحظنا أن الأكثر ديال الناس رجال نساء كهول شيوخ أطفال صراحة كيعجبهم هذا المنظر الطبيعي الرائع ديال الاستجمام وأيضا قضاء وقت ممتع وخصوصا لكوبل يعني خصوصا لكوبل بزاف لاحظناهم أنهم يستمتعوا بزاف ديال المناظر صراحة خصوصا أمام الشاطئ لأنه كيف لا تشوفوا الشاطئ رائع والرونق دياله ممتع للغاية ونخليكم بعض اللقطة الصغيرة ديال الشاطئ ونرجع لكم بعد قليل إذا كيف ممكن تشوفوا صراحة رائع للغاية لدرجة أن المناطق الخضراء ممتعة ورائعة جدا وخصوصا إذا كنتوا في الشاطئ ممتع للغاية المد دياله كيف يمشوا كيف يرجعوا الأمواج صراحة كل اللي يجيه الجو ممل ولكن لا جربتوا وكشتوا هذه المناظر ديال الشاطئ صراحة ممتعة ورائعة للغاية كنصحكم بشدة أنكم جئوا تشوفوا المناظر الخضراء وكذا الاستمتاع بمنظر الشاطئ الرائع لأنه صراحة غادينا الاستحسان وإن الإعجاب ومن سوش أيضا نشيروا إلى أن هناك يعني مختلف الوسائل يعني قصد التمتع بجوانب الشاطئ وهما جوالات رائعة بجانب الشاطئ اللي هي عن طريق ركوب الجيمال وركوب الحصان فبطبيعة الحال هذه فرصة أن الناس يمتطيوا الأحصينة وكذا يركبوا على الجيمال قصد التمتع بهذا المناظر لأنها صراحة ممتعة ورائعة للغاية فأنا نصحكم بشدة مرة أخرى لكم جاءوا الشاطئ ديال الكوت اللي قريبة الأنفا بليس صراحة غاديتنا الاستحسان ديالكم وغاديتنا الاعجاب ديالكم بخصوص هذا صراحة هذا الشاطئ اللي كيجو كعمو فيه الأكترين للناس وحنا دابع كنصوروا في فصل الشتاء وكتشوفوا الناس أنهم ناصبين يعني اللي بغاصول لهم المضلات الصيفية هذا دليل على أن الناس أزيز عليهم أنهم يمشيوا ويوقفوا أمام جنبات البحر لأقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة وهذا المرة يعني صراحة أعطينا لكم أحد رونق وتشوفوا هذا منظر ديال الشاطئ اللي فغايمو غادي أعجبكم وغادينا الإحساسان ديالكم إلا جيتونتم والعائلة فيعني صراحة كنصحكم بشدة مرة أخرى تشوفوا هذا المنظر وتستمسوا في المناطق الخضراء وتستمسوا أيضا بجوانب الشاطئ أمام أنفا بليس وبطبيعة الحل المرة المقبلة سوف نصوره لكم أمام جوانب موروكومول وكذا المارينا فإلى أعجبكم الفيديو ديالنا ما تنسوش الضغط ولا زر لايك وسبسكرايب بارتاجيو وتأبونوا معنا فلاشين وقلوا لنا في أسفل التعاليق عكيف جاتكم هذه الجولة الخفيفة الرائعة اللي أمام لاكوت يعني الشاطئ اللي بجانب أنفا بليس وشكرا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة